اشتركوا في القناة والاجتهاد إلى أصولها التي سار عليها علماء الأمة والسلف الصالح وتعد دراسة المقاصد من الأمور المهمة حيث أن علوم الشريعة لا تقف عند جزئيات الشريعة بل ينفذ منها إلى كلياتها وأهدافها في كل جوانب الحياة فهو يبرز الغاية بالمقاصد والغاية التي خلقنا الله تعالى من أجلها وتحقيق تلك الغاية وجعلوا لهذه المقاصد وسائل لتحقيقها على أرض الواقع وتقوم بدورها في إصلاح الفرد والأسرة والمجتمع والأمة في الدارين الدنيا والآخرة يقول الإمام الجويني رحمه الله تعالى من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة وهي قبلة المجتهدين من توجه إليها من أي جهة أصاب الحق دائما يشكل التناء المعرفي علم المقاصد وعلم أصول الفقه نسقا علميا منسجما يصعب التفريق بينهما من حيث الاشتغال العلمي والتطبيق التنزيلي إن السياسة الشرعية أو الفقه السياسي احتل ركنا أصيلا في مقاصد الشريعة وأصول الفقه وليس بدعة معاصرة لا دخل الإسلام فيها من هنا تنبع أهمية هذا المحور وهو المحور الثاني من ندوتنا من مؤتمرنا الذي سيتكلم فيه الباحثون تحت عنوان علاقة علم المقاصد بعلمي أصول الفقه والسياسة الشرعية ونبتدئ ببحث المصلحة هي الأصل للدكتور أحمد كافي ممثل المنتدى العالمي للوسطية في المغرب أمامك خمسة عشر دقيقة وكذلك باقي الباحثين أخوان تفضل استاذنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله والصحابة ومن والا ثم أما ذا استثمارا للوقت لا بد أن أبدأ بالسريع إن شاء الله تعالى في هذا الوقت المسموح به ولا بد من أن نؤكد أن مقاصد الشريعة الإسلامية كما أجمع أهل العلم عليها هي جلب وضرأ هي دفع ونفع وغيرها من المصطلحات التي تؤكد على مباغي الشريعة ومقاصدها التي هي الالتفات إلى المصالح والبحث عنها والاستكتار منها واستكمالها والبحث عن نقيضها وهي المفاسد والبحث عن كيفية إبعادها ومحقها وضرأها وكل ما يبعد أثرها على الإنسان فرضا كان أو مجتمعا الآن أريد أن أتحدث عن تلكم القاعدة الشائعة عند علماء المقاصد وعند علماء وصول الفقه والمعتنين بالقواعد الفقهية وهي قاعدة ضرأ المفسداء مقدم على جلب المصلحة وهي قاعدة صحيحة سليمة لا اعتراض عليها وإنما أريد أن أتحدث عن اعتراض شرعي من المتشرعين ومن مجموعة من أهل العلم على هذا الأصل الذي ذهبوا إليه مذهبا بعيدا وهو التقديم هل يعني الإشكال هو هل ضرأ المفسداء مقدم على جلب المصلحة كما قد نرى إن شاء الله تعالى في الأشباه وفي كتب المقاصد وفي كتب يعني القواعد تجدون هذا الكلام الذي يتكرر أن ضأ المفسداء أولى أي أن الأولوية دائما وأبدا هي لهذه المفسدة كلما وجدنا هذه المفسدة إلا وغلبناها وأعطينا الحكم لها على سائر الأمور الأخرى وإن كانت هناك مصالح واستشهدوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام وعللوا التعليل لماذا؟ قالوا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات والدليل هو إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه إضافة إلى مجموعة من الأدلة الكثيرة فإذا بحتي وخلاصة ما سأعرضه عليكم هل ضأ المفسدة هي الأولى؟ وهل أن الشارع اعتنى بالمنهيات أشد وأكثر من المأمورات؟ وهل هذا الحديث يصعب في هذه القضية؟ ثم وردت هذه القاعدة بصيغ متعددة في كتب القواعد ضرق المفاسد أولى، إبطال المصلحة لإعمال المفسدة أولى وغيرها من هذه الأمور ولا بد من أن نؤكد بأن المصالح هي تلك الأوامر عندما يتحدث العلماء عن الأوامر يقصدون المصالح وعندما يتحدثون عن النواهي يقصدون هذه المفاسد فحديثهم عن هذه هو حديث عن الأخرى بالضرورة وبالضبط ولذلك قال القراف فإن أوامر الشرع تتبع المصالح أي أن الأوامر دائما تابعة للمصالح وأن نواهي تابعة للمفسد وإنما قلت هذا الكلام لأن القاعدة يتحدث لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات حتى نرى بأن ليس هناك تناقض ما بين الأمر والمصلحة وما بين النهي والمفسدة بل هما وجهان العملة واحدة فإذا أنا أريد أن أتحدث عن هذا الأصل والذي أريد أن أؤكد عليه هو نقيض ما يذكرونه وأن الأصل هو المصلحة وليس المفسدة كما قد ذكروا وأن قولهم أن الشارع اعتناء بالمنهيات أكثر من اعتناء بالمأمورات غير صحيح بل إن الشارع تنبه المأمورات أكثر وأشد من المنهيات وأن الحديث الذي استدلوا به وغيره من الأحاديث الأخرى والآيات القرآنية لا تفيد في هذا إطلاقا فمثلا حديث إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم مضمون حديث واضح أنه جلي في أن الله عز وجل أن الشارع أمرت بالمأمورات على حسب الاستطاعة وأمرت ونهت عن المنهيات جملة وتفصيلة في وجوب الكف عنه لكن هذا أمر والأولوي أمر آخر لا يفيدها الحديث في شيء الحديث لا يتحدث عن أن هذه أولى من هذه أو هذه أولى من تلك فإذا أين هي الأولية في النص الحديثي؟ لا توجد في هذا النص وإنما أردت أن أذكر أن الأصل هو المصلحة وليست المفسدة لأنه وقعت إساءات وعندي مجموعة من الفتاوى في كثير من الاختيارات السياسية الاقتصادية الفنية العسكرية سأحاول فقط أن أذكر بعضها دون أن أتعرض لمضانها لكي أؤكد أن هذا الذهاب إلى هذا الأمر كان منطقياً عند هؤلاء الذين قالوا إن ضرع المفسدة مقدمون على جلب المصلحة وقد وقعت فيها الإساءات وهناك خطورة كما قد فمثلاً ترك القضاء في مجموعة من الفتاوى والنوازل ترك بالإضافة لأنه ورع ولكن لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل بأن قاضيين في النار وقاضيين في الجنة يستوجب أن الإنسان ينبغي أن يدفع عنواته المفسدة وأن لا يذهب إلى هذا الأمر كما بيّن الإمام الشاطبي وسنأتي إليه إن شاء الله تعالى في هذه الأبواب لكن لما اكتوى الناس بضرر الفرار من القضاء لما اكتووا وأرادوا أن يلجوه ولم يعد العمل على تلك القاعدة التي بدأوا بها وجدوا أن الأبواب موصلة وهذا أيضاً في السياسة الشرعية وفي الأحزاب وفي المؤسسات وفي مجموعة من القضايا كان بداية هي الاعتماد على هذه القاعدة ثم اكتووا بنار هذا بهذه القاعدة التي لم يعملوها كما هو أصل إعمالها عند المحققين من أهل العلم أرادوا أن يعودوا فوجدوا العنى توضنك لأنفسهم لأمتهم للواقع الإجتماعي الكبير تحريم المشاركة السياسية أيضاً قد بدأت بهذا الأمر يعني هناك اعتبارات متعددة لكن من الاعتبارات المؤسسية التي اعتمدوا عليها ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة المشاركة في جيش يحارب المسلمين أيضاً في أحداث الحادي عشر ووقعت لخضطة كبيرة وإرهاب شديد على النقوس واستفدها العلماء من طرف الأمريكيين الذين يعملون في الجيش الأمريكي هل يجوز للجندي الأمريكي الذي يعمل في الجيش الأمريكي أن يقاتل إخوانه المسلمين وكانت الفتاوى التي لا تزال تذكرونها إذا كنتم تذكرون أنه ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وبالتالي على المسلم الأمريكي أن يشارك وأن يخفف ما استطاع من آثار هذه المشاركة وهذا موجود في كتاب الفتاوى الشادة الذي ذكر للشيخ يوصف القرضاوي ذكر هذه الفتوى والذي تحدث فيها من أهل العلم وموقفه أيضاً منها والأساس الذي اعتمدوا عليه هو القاعدة فهم منطقيون مع القاعدة الشرعية ضرء المفسدة مقدم على جلب تحريم الصحون اللاقطة أيضاً الفتوى التي عندي مجموعة من الفتاوى وربما اطلعتم عليها أنها حرمت من باب ضرء المفسدة على مقدم أو أولى من جلب المصلحة منع قيادة المرأة للسيارة مثل ذلك اعتماداً على هذا الأمر وهذا أيضاً عندي فتاوى نور على الدرب لعتيمين وأيضاً موجودة في فتاوى الهيئة الدائمة للإفتاء منع الاحتفال بالمولد النبوي عمل المرأة خارج البيت منع بناء مسبع خاص بالنساء منع المرأة من الأكل مع أسرة زوجها كل ذلك منعوه بناء على القاعدة التي هي الضرء المفسدة ولا بد أن يلتمس شيء من المفاسد هنا أو هناك ثم يبنون عليها هذا التقديم وللأسف لما أن تراجع أهل العلم عن هذه الفتاوى التي ذكرت لكم بعضها لم يتراجعوا علمياً أنهم بان لهم أن التأصيل العلم الذي انطلقوا منه لم يكن موفقاً وإنما أرجعهم إلى الرجوع هذا الواقع العنيد الذي اكتوه بناره فالواقع الذي اكتوه بناره هو الذي أرجعهم وإلا فلا يزال في الدهنية عندهم أن نظر المفسدة مقدم على جلب المصلعة والسبب أيضاً عن هذا التراجع هو أن جمهور المسلمين قد حلوا مجموعة من مشاكلهم بعيداً عن قواعد كثير من أهل العلم في هذا الإطار والتي منها المفسدة أو تراجعوا بسبب سلطة زمنية متجبرة ملزمة ورأوا من أنفسهم أن معارضتها ليس من باب الشريعة في شاي وأن من اشتدت وطأته وجب الطاعته إلى غير ذلك من الإطارات وكان أغناناً لو نظرنا إلى هذا التعارض بين المصالح والمفسد أو أصل المصلحة من غير تعارض وأصل المفسدة من غير تعارض أن الأصل هو المصلحة وليس هو المفسدة وأنه دائماً ينبغي أن يجري الإنسان إلى المصالح وليس إلى المفسد القائلون بهذا هم مجموعة من أهل العلم أبرز لكم بعضهم من هؤلاء سهل بن عبد الله التستري الذي نقل عنه بن القيم في الفوائد قوله ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكابه المنهي عنه أيضاً عندنا الفخر الرازي عندما تعرض لهذه القاعدة في مفاتيح الغيب ذكر بأن مضار التكليف على الفعل والترك وأن الأول هو المقصود بالذات وليس الثاني في كلام طويل يمكنه الرجوع إليه شيخ الإسلام بن تيمي أيضاً أسهب في ذلك تلميذه أيضاً أسهب في ذلك وكتب قاعدة في جنسه المأمور في الحسنات والسيئات وذكر أن المصلحة هي الأصل وستدل لها بأكثر من 22 دليلاً عاد الأدلة الأخرى الذي سدل بها في مجموعة منها قوله قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه وأن جنس ترك المأمور به أعظم وذلاً من جنس فعل المنهي عنه وأن متوبة بني آدم على الأداء على المصالح أعظم من متوبتهم على الترك وإلى أن يقول فتبت أن المأمور أكمل وأشرب وهو المقصود الأول إن المأمور به خير وأحسن من المنهي فإن الأحسن هو المأمور به وهو خير من المنهي عنه في إطار بيان أيهما الأصل المصلحة أم المفسد نلقي مثله في الفوائد وفي غيرهم من الكتب ذهب إلى أن المصلحة هي الأصل وستدل لها بأكثر من 30 دليلاً يبين فيها أن هذه هي الأصل الذي ينبغي أن يذهب الإنسان إليه إن فعل المأمور مقصود لذاته وفي كثير من أحيانا يقول هو الأصل ما هي الأدلة؟ من الأدلة التي اعتمدها هؤلاء العلماء أن المصالح قاضي على المفاسد أي أن الإتيان بها ومحاولة البحث عنها هذا كاف في صحق ومحق هذه المفاسد أو التضييق عليها وعلى زمنها وعلى مساحتها قول الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات وليست السيئات التي تذهب الحسنات فالحسنات لها هذا الدور الذي ليست للمفاسد كما بينا رحمه الله في كثير في كلام طويل يمكنكم الرجوع وأن الاشتغال بالمصالح قضاء على المفاسد وأن القضاء على المفاسد لا يعني حضور المصالح هذا أيضاً يقول ابن تيمية إن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه ومجرد ترك المنهي أي أنك إذا تركت المنهيات وابتعدت عن المفاسد لا يعني هذا بالضرورة فعل المأمورات التي هي مصالح تتوقف عليها حياة الناس ولا تستلزم ذلك وأنها أحب إلى الله عز وجل من تركه المنهيات الأدلة صاق مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان أن الله عز وجل يحب هذه المصالح ولهذا قال ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالدات من السنة النبوية إن الله كتب الحسنات والسيئات فذكر بأن الحسنات لها من؟ يعني من المصالح العظيمة إلى مئة ضعف إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا لا يوجد في المفاسد فدل ذلك على أن هي الأقوى والأجدار في الاتباع هذا أيضا كلام أنا كان زرب لي أن سيد الرئيس تفكير أيضا في المصالح في الحديث النبوية الشريف أن التفكير في المصالح أعظم من التفكير في المفاسد حتى ولو تزامن معا فهذه أفضل من تلك ومنه حديث الذي قتل 99 نفسا ثم تاب بعد ذلك ومنه فرح الله عز وجل الشديد بالمصالح المصالح صدق وعمال كلام كثير من المعقول أيضا من المعقول أيضا الذي اعتمدوا عليه في أن المصلحة هي الأصل وينبغي للإنسان أن لا يتهيب من المفاسد هو أن المفاسد والمصالح لا يتخلص أحد منها في هذه الضار أن تكون واحدة منهما محضة فالمصالح تختلط بالمفاسد في هذه الضار تختلط اختلاطا شديدا لا توجد عندنا مصلحة خالصة ولا مفسدة خاصة فقولنا إن ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح يقتضي أن هذه الأمور التي الدنيا مبنية على هذا الامتزاج يعني بذلك أننا ينبغي أن نترك كل شيء وهذا غير معقول ولذلك عندما تحدث الإمام الشاطبي وذكر هذا الاختلاط قال ويدلك على ذلك ما هو الأصل حتى تعرف الأصل حتى لا يوقع الانزلاق في المصالح والمفاسد أيها الأصل بهذا الاختلاط هذا الشيء توقف يا سيدي لا ما زال أيضا معارضة القواعد العظيمة فالقاعدة العظيمة التي تقريبا يعني أجمع تقريبا يكاد يجمع عليها العلماء هي أن الأصل الأشياء الإباحة فكيف يتحول هذا الأصل الذي هو الأصل فيه هو الإباحة ويعني ارتباط مصالح الناس بذلك إلى أن تعود المفسدة هي الأصل لماذا المصلحة من الأصل؟ لأن الإعمار لا يكون بالمفاسد وإنما يكون بالمصالح فانظر إلى أطر الدول الغربية التي تحرس على الفساد وتقننه وتصهر عليه ومع ذلك تتقدم إنها لم تتقدم بهذه المصالح التي لم تضرأها بل حرصت عليها وإنما تقدمت بهذه المصالح التي بهذه الأضعاف مئة ضعف إلى سبع مئة ضعف إلى فسائل الخير الكبيرة التي تغطي على مفاسد يعني الإجتماعية وغيرها مما يكون في واقع الناس فلذلك يشهد لهذا الإعمار واقع الناس وأدلة الشرع واقع الناس ما ذكرت لكم وأدلة الشرع هي أن الغلب دائماً لليس على العسر أن تمرات المصالح التي تصل إلى هذه الأضعاف الكبيرة أعظم من هذه المفاسد التي تكون قليلة وأخيراً من المعقول أن الذي اعتمد عليه أن اختيار المفسد أصل هو اختيار لأيصر الأجوبة والأعمال أن الإنسان لأن هذا هو طريقة كثير من العلماء أي شيء أزعجهم لم يريدوا تحقيقه والنظر فيه مجموعة من أهل العلم أنا لا أتحدث عني الجميع أنا لا أعمم اختاروا أيصر الأسباب أيصر الأسباب هو التحريم أيصر الأسباب عند كثير من البقاء هو التحريم سكر الباب ويرتاح لكن عندما تقول بالمصلحة تقول بالعلية تقول بالإباحة تحتاج إلى بدل الجهد إلى توسعة هذا الوعاء إلى إخراج هذه المصالح من بين الفرط والدم إلى الإكتار من البدائل التي يبحث عنها أخيراً نعطيها النص ليذكر فيه ابن تيمية رحمه الله أن اعتبار المفسد أصل هذا مما يجب التوبة منه في كلام يقول وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المتصفات بالفاحشة أو مقدمات إلى أن قال وقد يكون ما تركه من المأمور أعظم ضرراً عليه وعلى الأمة مما فعلوا من بعض الفواحش وإنما أمر الله به أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الدنوب الظاهرة والسلام عليكم ورحمة الله جزاك الله خيراً شكراً جزيلاً حقيقة أنا أيضاً يعني أعطيتكم دقيقة لأنه الموضوع مهم جداً ويتكلم عن قاعدة مهمة جداً وهي قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أو يعني عدد نصوص في هذا الإطار لكن كلها تتفق على أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وهنا سجله اعتراضاً كبيراً على هذه القاعدة وكان يشير إلى بعض التطبيقات الخاطئة لهذه القاعدة سواء على الجانب السياسي أو على الجانب الحياتي والتربوي وأن اعتناء الشارع بالمنهيات أكثر كان دليل من قال بهذه القاعدة بأن اعتناء الشارع بالمنهيات هو أكثر من اعتنائه بالمأمورات وهكذا وأن درء المفسدة هل هي الأولى ناقش هذه وأعطى كثير من الأدلة طبعاً الأدلة تحتاج إلى نقاش والوقت ربما لا يسع لمناقشة جميع الأدلة التي سيقت في هذا الإطار ولا توجد أولوية يعني هذه أيضاً رأي آخر الحقيقة أثار مشكلة وهذه المشكلة ربما نراها في كل عصر وقد وضع يده على الجرح العميق قال كثير من العلماء الواقع هو الذي أرجعهم وليس التأصيل العلمي للمشكلة وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها في كثير من العصور وأن المصلحة هي الأصل ويجب أن لا نتهيب من المفاسد ولا توجد مصلحة خالصة ولا توجد مفسدة خالصة واستدل بأن الأصل في الأشياء اللي يبقى حقاً موضوع حقيقة موضوع غني جداً وموضوع ثري جداً ويحتاج إلى بحث ووقت كبير جداً الآن مع بحث ثنائية المصلحة والمفسدة وعلاقتها بالمقاصد مع الدكتور باسل أكرم الشاب الناصري دكتورة في الفقه من جامعة الجنان في لبنان فلتفضل مشكوراً بدايةً أود أن أتقدم بالشكر والامتنان الكبيرين إلى هيئة علماء المسلمين متمثلة بفضيلة الأمين العام الدكتور مثنى حارث الضاري وإلى القسم العلمي وإلى قسم الثقافة والإعلام على السماح لنا بالمشاركة في هذا المؤتمر وندلو بدلونا أسوة بأخوة المشاركين فيه في تناول جزئية من جزئيات هذا المؤتمر في ورقة أسميتها ثنائية المصلحة والمفسدة وعلاقتها بالمقاصد فأقول وبالله التوفيق الحمد لله الذي راع الحكم في كل أفعاله والمقاصد في كل أحكامه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين والرحمة المهدات للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فإن مقاصد الشرع الإسلامي من أجل العلوم وأنفعها إذ به يتضح عدل الشريعة وسماحتها في تشريعها العام والخاص وأنها من عند الله الذي وضع المصالح والفوائد وما يصلح أحوال الناس في كل زمان ومكان مما جعل هذه الشريعة راسخة صامدة ثابتة على مر العصور ولقد كانت مقاصد الشريعة محل دراسة الفقهاء والمحققين والمدققين الذين لا يزالون يغصون في أسرارها ويستخرجون مكنون كنوزها فمعرفتها معرفة سر التشريع ومعرفة هذا السر تبدو أهميته من حيث إن بها يعرف استنباط الأحكام الشرعية وبها يوقف على المصالح التي قصدها الشارع الحكيم من تشريعه للأحكام الشرعية والشريعة الإسلامية جاءت وهي تحمل في جميع أحكامها الخير والصلاح والسعادة لبني البشر في دنياهم وأخراهم ومعاشهم ومعادهم إذ إنها لم تأمر بشيء إلا وفيه مصلحة ولم تنهى عن شيء إلا وفيه مفسده وإذا جئنا نستقرئ موالد الشريعة يتضح لنا من كليات أصولها وجزئيات نصوصها أن المقصد العام من التشريع هو جلب المصالح ودرء المفاسد للفرد والمجتمع ورغم استغناء المسلم العامي عن معرفة مقاصد الشريعة وأن المجتهد ومن في معناه كالساعي لبلوغ هذه الرتبة من طلبة العلم هو المعنى المباشر والوحيد بذلك كما ذهب ابن عاشور إلا أنه لا يمنع من أن الحاجة إلى هذا العلم للمسلم العامي لزيادة إيمانه لأنه يرسخ في النفس حكمة الله تعالى وأنه يزيد الاعتزاز بالشرع الحكيم فالإنسان إذا رأى مواطن الحكمة وهذه المقاصد الجليلة المرتبطة بالأحكام زاد اعتزازه بهذه الشريعة ويكون أدعى للالتزام بها وأما المجتهد أو الفقيه فتبرز أهمية علم مقاصد بما يأتي أولا حاجته في تنمية ملكة الاجتهاد له ثانيا يساعده على التطبيق الصحيح للشريعة والأحكام ثالثا يفيده عند تعارض الأدلة ورابعا يفيده على معرفة الفتوى عند النوازل وخامسا يفيده في تحقيق الوسطية في الأحكام وسادسا يفيده في الموازنة بين المصالح والمفاسد وهو موضوع البعث وأما منهجية البحث فقد قسمت بحثي إلى ثلاثة مباحث اندرجت تحتها بعض المطالب وعلى النحو الآتي فالمبحث الأول تكلمت فيه عن المصالح وتعريف المصالح وأقسام المصالح وسقت في تعريف المصالح أهم تعارف العلماء لمعنى المصالح وأما أقسامها فقد قسمتها من حيث أهميتها وقوتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية وأما من حيث العموم والخصوص فقد قسمت إلى خاصة وعامة وأما من حيث اعتبارها فقسمها العلماء إلى معتبره وملغات ومرسلات وتكلمت المبحث الثاني عن المفاسد تعريف المفاسد لغة واصطلاحا وكذلك ذكرت أهم تعريفات العلماء للمفسدة وكذلك في المطلب الثاني تكلمت عن رتب المفاسد وكيفية الكشف عن المفسدة وطرق الكشف أيها الإخوة يتم بمعرفة مصادر التشريع الإسلامي الرئيسية والفرعية والمبحث الثالث والأخير تكلمت فيه عن المقاصد وقد تضمن المطالب الآتية المطلب الأول عرفت المصالح تعريف المصالح وسقت أهم تعريف العلماء الأولين والمعاصرين لمعنى المقاصد عفوا المبحث المطلب الأول تعريف المقاصد لغة واصطلاحا وسقت أهم التعريف لأهم العلماء الأقدمين والمعاصرين لمعنى المقاصد وقد أجمعت جميع التعريف بأنها بمعنى الحكم والمعاني أو الأغراض والغايات وتكلمت في المطلب الثاني عن فلسفة نظرية المقاصد الشرعية فالمقصد العام للتشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحه وتكلمت في المطلب الثالث الفهم المقاصدي للنصوص الشرعية في ضوء المصلحة والمفسدة والمطلب الرابع تكلمت في كيفية الموازنة بين المفسدة والمصلحة والتعارض كما قال عنه الإمام ابن تيمي رحمه الله باب واسع كبير خاصة في الأزمنة والأمكينة التي نقصت فيها آثار النبوة وكلها متعلق بالمصالح والمفاسد وأما المطلب الأخير فكان أقسام فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد وذكرت في كيفية الموازنة بين المصالح فيما بينها إذا جاءت مصالح في موضوع متعلقة فيما بينها كيف نرجح مصلحة على مصلحة وكيفية الموازنة بين المفاسد فيما بينها بنفس الطريقة في الموضوع الأول والنقطة الأخيرة الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا جاءت في موضوع واحد واستخرجت بعض النتائج لهذا البحث أسيقها على عجل وهي كما يأتي إن الشريعة الإسلامية بعمومها جاءت وشرعت لجلب مصلحة أو بصالح ودرء مفسدة أو مفاسد قسمت المصالح من حيث قوتها وثباتها إلى ضرورية وحاجية وتحسينية ومن حيث العموم والخصوص إلى خاصة وعامة ومن حيث اعتبار الشارع إلى معتبر وملغات ومرسلة من شروط اعتبار المصلحة هي اندراجها تحت مقاصد الشريعة عموم تعريف العلماء لمقاصد الشرق بأنها المصالح التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم سواء كانت تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار المقاصد والمصالح كما ذكر زميري الدكتور وجهاني لحقيقة واحدة من أهم شروط من يبلغ درجة الاجتهاد والفتية المامه التام بمقاصد الشرع على كمالها والتمكن والاستنباط بناء على فهمه فيها الحاجة إلى معرفة المقاصد عامة وخاصة فالعامة لزيادة الإيمان واليقين بشرع الله والاعتزاز بدين الله وأما الخاصة فهي للمجتهد فمعرفة مقاصد الشرع يعطيه إمكانية الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضت مصلحتين قدمت أكبرهما وأصلحهما على الأخرى وإذا تعارضت مفاسدتين حاولنا درأهما وإلا قدمت المفسد العظمى على الدنيا وفي حالة تعارض المفسد والمصلحة يقدم درء المفاسد على جلب المصالح كما ذكر زبيلي في القاعدة وفي حالة تعارض المصلحة راجيحة كبيرة على مفسد قليل قدمت المصلحة على المفسد وأكتفي بهذا القدر وشكرا لاستماعكم أعزائي وبارك الله بالجميع شكرا جزيلا للدكتور باسم على هذا الموضوع التي تقيد به دون إشارات كثيرة يعني الآن مع بحث ثنائية المصالح والمفاسد وعلاقتها بالمقاصد للدكتور فالح إبراهيم عبود تدريسي في كلية الإمام الأعظم في العراق فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي برحمته تتنزل البركات الحمد لله الذي بتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات لي الشرف المروم بلقيا إخوتي جاءوا زفافات لنصرة أمتي لهم من القلب الحنون أرق تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني هذا البحر الطامي هذا البحر الذي لا نهاية له بل المحيط المترامي علم المقاصد قرأنا فيه ما قرأنا واطلعنا على علوم سرة ربما لا نجدها في سواه إن مما تعلمون ومما قرأت اسم كتاب معروف مشهور لإمام المقاصد والمنظر الأول للمقاصد للإمام الجويني المتوفى سنة 78 واربع مئة للهجرة رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين هذا الكتاب تعرفونه اسمه غياث الأمم في التياس الظلم ماذا أريد من هذا الكتاب أريد أن أقول لكم أنتم هذه السلة أنتم الأزاهير أنتم البركة فيكم وعليكم وعلى عواتقكم تحمل مهام هذه الأمة وهمومها فأنتم الغياث لإن كان الجوينين في ذلكم القرن الخامس يقول هذه العبارة غياث الأمم في التياس الظلم في زماننا ماذا نقول ماذا عسى أن نقول فإن شاء الله هذا الكتاب الذي اختصره بعض العلام فقالوا الغياثي إن شاء الله هو يكون نبراسا من النباريس التي تنور لنا طريق العلم إخوتي سمعت ما سمعت والحمد لله المقاصد كل من تحدث تقريبا يجمع هو وغيره على أن المقاصد هي المصالح بعينه لا أنا أخالف في ذلك ولو أنا من أنا أنا ابن لبون أنا ابن لبون لا ظر فيحلب ولا ظهر فيركب ولكن ندلو بذلو إخواني العزاء المقاصد شجرة والمصالح ثمرة كيف لأننا إذا عممنا وقلنا المصالح هي المقاصد والمقاصد هي المصالح عبادة الله هل هي مصالح هل الله عز وجل يحق لنا أن نقول في حقه له مصلحة فيما خلق أو فيما أنزل له مقصد المقصد أعلى من المصلح المصلحة منفعة المصلحة منفعة بينما المقصد يعني يجر وراءه خير كثير ومعاني سوامي كثيرة لذلك يعني كما قال الجويني ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد الشرعية في الأوامر والنواهي فهو ليس على بال أو بصيرة في الشريعة أو وقوع الشريعة هذا كلام عظيم لذلك إخواني أقول الأستاذ الدكتور جزاه الله خير المغربي نعم الدكتور أحمد أسلج صدري عندما يعني تكلم عن المناهي أو النواهي وعن الأوامر إخواني الأعزاء كثير مننا يقول المصالح هي جملة الأوامر لا المصالح هي جملة الأوامر والنواهي لأنك عندما تنهى عن شيء وقد أخذ بنهيك أليس في أليس في ذلك تحقق مصلحة في يعني في منتهي عن المنهي مصلح لذلك قول الله عز وجل الجامع المانع الفذ في ثاني آية من سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذه الآية ذات المساحة البسيطة لكنها تحمل كل معاني المصالح والمفاسد أو المناهي والأوامر فالبر باب واسع ينزوي تحت لوائه كل الأوامر ولا تعاون هذا النهي تندرج تحته جميع جميع المناهي التي نهى عنها الشرع هذا جانب يا إخواني الجانب الآخر أسمع وأقرأ أنهم يقسمون المصالح أعتذر جدا أن أكره من يخطأ بالنحو الحقيقة ولا يصوب يقسمون المصالح إلى ثلاثة أقسى معتبرة وملغات وبسكوت في بعب القياس أو في بعب الاستصلاح كلمة ملغات الله أثبت لها واقع تتخذون منها سكرا ورزقا حسنا ورزقا حسنا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس الله عز وجل ما ألغى ذلك لذلك إخواني أنا أقول يعني العلم ليس وقفا على أحد أبدا الإمام رحمه الله الإمام النحوي الكبير في كتاب التسهيل ابن مالك يقول إذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فليس غريبا أن يدأ أن يدخر للمتأخرين كثير مما عسر على المتقدمين هذا العلم ليس وقف على الأقدمين ولا هو حكر عليهم فإذا أنا أقول من الأوفق أن نغير كلمة ملغاة إلى غير معتبرة يعني نصير عندنا مصالح معتبرة وهي التي ثبتت في النصوص القطعية نعم وحتى ولو الظنية والغير معتبرة هي التي يعني نهى عنها الشارع كالربا أو كما تعلمون أو الخمر إلى آخره فالأفضل كلمة ملغاة لا والملغاة يعني تلغى نهائيا من المغير معتبرة لا ورد فيها ثم عطل العمل لما تتحقق فيها من مفاسم نأتي إخواني إلى المصلحة والمفسد الذي هو موضوعنا المصالح وهذا أؤكد عن كل التأكيد لما تتحقق المصالح ولما تدرأ المفاسد هو أولا لماذا استعمل أهل أصول الفقه أو أهل المقال لماذا استعمل كلمة در صحيح يعني قد نستعمل مصطلحات أخرى استجلاب أو جلب أو دفع لكن المصطلح المعول عليه در المفاسد لماذا اسمعوا أخواني اللغة العربية لا ترادف فيها دليل اللغة اللغة العربية اللغة العربية ألفاظها كل فضله سل خاص لذلك لا يمكن أن تستبدل كلمة قرآنية بكلمة غيرها وتقول هذه تناسب لأنها تلائم كذا إلا ما جاء في القراءات مثل تثبتوا مكان تبينوا هذه إذا كانت قراءة صحيحة نعم يعني هذا شيء آخر فاللغة لا ترادف فيها ثقوا كل لفظة تلفظها هي تختلف عنها قد تقترب صحيح من باب التقاس تسابق اللغوي نعم قد تقترب ولكن بالمئة لا لا تطابق أبدا لذلك إخواني العزاء قالوا قالوا در لأن كلمة در أعلى من دفع أعلى من دفع بكثير راح ترد علي وتقول إذا كانت أعلى من دفع فكيف يقول الله عز وجل ادفع بالتي أحسن السيئة في سورة المؤمنون أو في سورة فصلة كما أنتم تعلمون نعم هذا الدفع هنا الدر إنهاء الشيء بالكلية إلغاء الشيء إعدام الشيء بالكلية هذا الدر أما الدفع وهو المنظوي تحت اللواء العفو والصفح قد يبقى في النفس شيء من أثر ولكن من الناحية العملية لا تنفيد لهذا الأثر أما الدر لا إلغاء تام ومح تام ومسخ تام وطمس تام للسوء أو الشر لذلك كلمة دقيقة جدا عندما استعملوها في هذا الاستعمال أو في هذا المكان إخواني العزاء حفظكم الله جميعا المقاصد هل هي أدلة شرعية لا يمكن أن يقول قائل بهذا المقاصد ليست أدلة شرعية هل هي أحكام شرعية ولا إذن هي ماذا هي ماذا المقاصد الشرعية هي حكم الأحكام هي حكم الأحكام جيد وبعد ويستأنس بها في الاجتهاد أو في القياس أو في القياس وفي صدد ذكر القياس أقرأ كثير يا إخواني وأتعجب أنه تجد المقاصد في باب القياس ذكرها الجوين رحمه الله في في المباح نعم من كتابه البرهان عندما تكلم عن المناسب المرسل الإنسان الضعيف بالعلم لما يسمع أن المقاصد لا توجد إلا هنا كيف هذا يعني أليست النصوص الشرعية فيها مقاصد يعني عندما يقول الله عز وجل في الدليل القطعي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا المقصد أو المقصد يعني هذا موجود في المرسل في المناسب المرسل يجب أن نحدد يا إخوان المقاصد منتشرة منتشرة منبثة شائعة في النصوص الناصعة نصوص الشريعة السابت منها إخواني العزاء نريد أن نستثمر جلساتنا هذه فأقول لأهل الدعوة وأنتم على هرمها على رأس الهرم أقول يجب أن نقدم الإسلام للعالم منهجا ربانيا هاديا للزمان وللعصر وللإنسان منفتحا على الإجتهاد والتجديد مستلهما للماضي معايشا للحاضر مستشرفا للمستقبل جامعا بين الأصول والكليات جامعا بين الأصول والكليات بعد ذلك متطور في الوسائل والآليات محافظا على الغايات منفتحا على الحضارات دون ذوبان أو أكد دون ذوبان دون ذوبان النفس المسلمة شخصية المسلمة لا تذوب في حضارات العالم إنما تستفيد انفتاح على الحضارات دون ذوبان ورعاية للخصوصية دون انغلاق وبعد وكذلك وكذلك مبشرا يعني الإسلام بالدعوة ميسرا للفتوى هكذا يجب أن نفهم الإسلام وآخر ما أريد أن أقوله أما التقسيمات والقضايا الفنية في البحث فسيعرض عليكم إن شاء الله وسهيشر إن كان له توفيق في النشر وستطلعون على ذلك لكن هذه خلاجات وهذه خطرات أرجو أنه يعني قد استقبلتموها إخواني آخر ما أريد أن أقول رجاء نعم أو الإمام الشافع يقول نعم رحمة الله عليهم يعني يقول قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق داره أنتم كذلك المكارم لا تفارق داره بارك الله بكم ها الدقيقة أمو الإخواني للشباب الفائر السائر المتدفق أقول لهم شريعتنا امتدت طولا حتى شملت آباد الزمن وامتدت عرضا حتى حتى انتظمت آفاق الأمم وامتدت عمقا حتى شملت شؤون الدنيا والآخرة فشريعتنا قولا واحدا وإجماعا قائما شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان لا تضيق برخص ابن عباس ولا بعزائم ابن عمر ولا بفقه الحنفي رحمة الله عليهم ولا بأثرية ابن حنبل ولا بمقاصد الشاطبي ولا بحكم الجنيد أو ابن عطاء اسكندري ولا باجتهادات ابن ابن تيمية رحمهم الله جميعا فكلهم آخذ من رشف الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم غرفا من البحر أو رشفا من الديمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا دكتور فالح على هذا التقديم الرائع وحقيقة فيه إثراء كبير وطبعا يعني غالب المختصرات لا تفي ولكن إن شاء الله عندما يطبع البحث ستطلعون على تفاصيل البحث أثار كثير من المسائل المهمة جدا وفيها توصيات أيضا مهمة جدا وكانت هناك التفاة لطيفة جدا يعني وكنا عندما نقرأ في كتب الأصول والتقسيمات المصالح المرسلة والملغات والمعتبرة ففعلا أنه من الناحية المنطقية أنه مصالح غير معتبرة هي أولى من مصالح ملغات استنادا إلى ما ذهب لي على أقل تقدير هذا رأي يعني الذي أتبعناه أنا ولكم الحق في أن تقول شيئا آخر وأيضا كانت التفاة جميلة جدا في سبب أنه القاعدة جاءت على درء المفاسد بدل دفع يعني أيضا بين هذه وطبعا هذه الالتفاتات الجميلة يعني دائما يعني نراها من أستاذنا دكتور فالح الآن أخواني الأكارم مع البحث الثالث الرابع عفوا في هذه الجلسة وهي أثر مقاصد الشريعة في فتح الذرائع وتطبيقاتها للدكتورة الشيماء علي حميد دكتورة في أصول الفقه الإسلامي من كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد سيلقيه نيابة عنها دكتور مزر الفهداوي فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير معين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين اللهم فصل وسلم على النبي الرسول الكريم الداعي إلى الخير الأعظم الذي بعثته في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالمقاصد الشرعية هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد أو هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من الأحكام الشرعية وتقسم المقاصد من حيث أهميتها كما هو معلوم في حياة المكلفين إلى المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية أما فتح الزرائع فتطلق ويراد بها لغة الوسيلة أو السبب إلى الشيء والتقريب من الشيء وهذه المعاني تناسب معنى الفتح في اللغة وهو ضد الإغلاق يقال فتح الباب والصندوق والقفلة وفتح الطريق هيئه وأذن بالمرور فيه وفتح الجلسة بدأ عملها أما اصطلاحا فيمكن القول أنها التوصل من الحرام إلى الحلال فقال الإمام القرافي رحمه الله تعالى فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي للجمعة والحج وما ذهب إليه العز بن عبد السلام فقال قد يجوز الإعانة على المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصلحة الراجحة وقول ابن عاشور ولولا أن سد الذراع قد جعل لقبا لخصوص سد ذراع الفساد لقلنا أن الشريعة كما سدت الذراع فتحت ذراع أخرى وما ذكره الدكتور محمد سليمان الأشغر أن فتح الذراع هو إباحة ارتكاب المحرم إن كان تركه يؤدي إلى ضد أعظم ومن التطبيقات التي يمكن ذكرها لبيان أثر المقاصد الشرعية لفتح الذريعة هي أولا طواف الإفاظة للحائض إذ أن من المتفق عليه بين جمهور الفقهاء بأن الطهارة شرط للطواف أو واجبة لذلك فمن قال بالشرطية أبطل طواف الحائض على أي حال ومن قال بالوجوب أوجب عليها بدنه ولكن نا نجد أن من فقهاؤنا أجاز طواف الحائض للضرورة وذلك لموافقة مقاصد الشريعة وفتح الذرائع وأجاز الطواف ولم يوجب عليها أي فدية والتطبيق الثاني الذي ذكره المذكور في البحث هو سكن النازحين في المساجد فأجاز الفقهاء السكن فيها لموافقته مقاصد الشريعة في الأنفس والأعراض ففتحوا الذرائع وأجازوا لهم السكن فيها مع علمهم أن سيكون منهم الحائض والجنب وأصحاب هذه الأوصاف منهي عن دخولهم المسجدة إلا لحاجة كالمرور طبعاً وأبين في هذه الخاتمة بعض التوصيات التي أوصى بها البحث وهي أولاً إن بين علم مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه عموم وخصوص من وجه وهو تحقيق مصلحة العباد في الدارين وثانياً إن لمقاصد الشريعة علاقة بالأدلة الأصولية المختلفة فيها كفتح الذراع وذلك من خلال تحقيق المصلحة بفتح الذريعة سواء كانت جلب مصلحة أو دفع مفسدة إن المحافظة على مقصود الشارع لا يقتصر على ظواهر النصوص من حيث التحريم والإباحة بل لا بد من النظر في الأثر المترتب وأكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حول والآن نبدأ مع المحور الأخير في هذه الجلسة وهي قراءة في المصادر الأولى للمقاصد الشرعية كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي الكبير أنموذجا للشيخ عمار عبد الكريم عودة ماجستير في السياسة الشرعية وطالب دكتورة في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية فلتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم أتقدم بالشكر الجزيل لهيئة علماء المسلمين والقسم العلمي وقسم الإعلام وللهيئة عموما وعلى رأس هذا أستاذ دكتور مثنى حارث الظاري على إتاحة هذه الفرصة لي أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن موضوع المقاصد من أهم وأجل الموضوعات التي يعرف بها مراد الشارع الحكيم من شرعه الذي شرعه للناس ليسعدوا في الدارين وقد ألفت في هذا الموضوع كتب كثيرة وكذلك أغفلت كتب لم ينتبه كثير من طلبة العلم الشرعي إلى أهميتها وفائدتها وما تحتوي من علم غزير وأخص بالذكر الكتب المتقدمة في مجال المقاصد والتي ألفت بوقت مبكر قبل نضوج مفهوم المقاصد ومنها كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاشي الكبير الذي قد يكون من أول الكتب المتخصصة في هذا الفن من علوم الشريعة ولذلك ولذلك نجد أن علماء الأمة اهتموا اهتماماً بالغاً بمقاصد الشريعة وتبين مصلحة العباد في الدارين مما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم من أحكام ومن أوائل العلماء الذين ألفوا في مقاصد الشريعة بشكل واضح هو الإمام القفال الشاشي الكبير رحمه الله وهو من أعلام علماء الأمة المعروفين عاش في القرن الرابع الهجري وله جهد علمي كبير وهو يعتبر من أبرز علماء الشريعة الشافعية في ذلك الزمان وصاحب المؤلفات العديدة والمشهورة ومن أبرزها هذا الكتاب كتاب محاسن الشريعة الذي يعد من المصادر الأولى لعلم المقاصد ولبينة رئيسية فيه إلى جنب قلة من علماء الأصول ممن عني بهذا الموضوع في تلك المرحلة المتقدمة وبالنظر في كتاب محاسن الشريعة نعرف أن الغرض من تأليفه هو إظهار محاسن الشريعة والرد على الفرق الضالة التي لا تعي الحكمة والمقصد من الأحكام الشرعية ربعا في زمن القفال ظهرت فرق من ضمنها مثلا الإسماعيلية وغيرهم إن وافق الشرع عقولهم أخذوا به الحكمة الشرعية وافق أخذوا وأن لم يوافق لم يأخذوا وسببوا إشكالات كبيرة فكان في هذا الكتاب رد من القفال عليهم وبناء وبناء على مقترح أحد الفضلاء لا أخفي عليكم الدكتور المثنى جزاك الله وخيرا أشار علي بدراسة هذا الكتاب ليتضح لي أولا ولطلبة العلم أهمية هذا الكتاب من ناحية التاريخية لأنه كتاب متقدم جدا في مقاصد الشريعة ويأتي هذا البحث بعنوان قراءة في المصادر الأولى للمقاصد الشرعية كتاب محاسن الشريعة للقفال الشاج الكبير أنموذجا ليعطي صورة عن مقاصد الشريعة من خلال كتاب المحاسن وهو كتاب فقهي على مذهب الإمام الشافعي تعرض فيه القفال للأحكام الفقهية على أبواب الفقه مع بيان المقاصد من هذه الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وقد قسمت البحث إلى مبحثين المبحث الأول وفيه أربعة مطالب المطلب الأول التعريف بالقفال الشاشي والمطلب الثاني آثاره العلمية والمطلب الثالث سبب تأليف كتاب محاسن الشريعة والمطلب الرابع موقع الكتاب من مصادر التشريع الإسلامي والمبحث الثاني وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول تحسين الشرائع على الإجمال القفال بدأ في كتابه ذكر تحسين الشرائع على الإجمال ثم على التفصيل والمطلب الثاني تحسين الشرائع على التفصيل والمطلب الثالث نماذج من كلام الشاشي عن المقاصد في أبواب الفقه وقد اعتنى البحث ببيان كلام الشاشي عن تحسين الشرائع على الإجمال وإضاح وجهة نظره في هذا الموضوع كما بيّنها هو في مقدمة كتابه التي خصصها للحديث عن فكرة الكتاب ومفهوم تحسين الشرائع وصيلته بالعلل الشرعية والمقاصد ومن ثم تناول البحث طريقة الشاشي في تفصيل موضوع تحسين الشرائع من الأحكام الشرعية بحسب الأبواب الفقهية وبواقع 14 مثالا مختارا من الأبواب الفقهية التي تناولها في الكتاب وفيما يأتي عرض من أبواب متفرقة من الكتاب اخترت بعض النماذج بس لشرح كيف يعالج طبعا للقفال الشاشي في الكتاب لا يقول مقصد الشارع أو قصد الشارع غالبا يقول المعنى مثلا المعنى في الصلاة كذا ويأتي المعنى في الصوم كذا فيقول المعنى يعني ويقصد مقصد الشارع من تشريع مثلا الصلاة على سبيل المثال فذكرت في المثال الأول عن الصلاة حيث بيّن الصلاة فيها معنى التذلل له سبحانه وتعالى شكرا له من العبد بأفعال العباد على إنعامه عليه ذي يقول الشاشي معنى الصلاة راجع إلى التذلل له عز وجل بحركات التعظيم بسائر البدن شكرا له بالفعل على ابتداء به بالإنعام على المصلي لأن خلقه على الصورة التي تصلح للتكليف وتركيبه الفعل فيه والقوة التي يقع بها الاختبار وإحضار يناله ما يلزمه من الشكر للمنعم على جواز استنداب المنعم وإلى آخر ما قال أن العبد يصلي لله بجوارحه والأفعال التي يقوم بها والكلام الذي يقول كله هو لشكر المنعم جل وعلا والتذلل من ركوع وسجود وكله لشكر الله سبحانه وتعالى وبين من خلال كلامه عن صلاة الجماعة فقال فيها ويشرع في الصلاة المكتوبة الجماعة بإمام يتقدمهم فيصلي بهم ويقتدون به ويقول هنا والمعنى من ذلك أن الصلاة أعظم الشرائع بعد التوحيد وشهرتها من معالم الدين ليتألف الناس عليها ويأخذ من لا يحسنها أو بعضها أمور من الإمام يعني يتعلم اللي ما يعرف يتعلم ويستمع القرآن من لا يحسنه وهكذا إذن صلاة الجماعة الفائدة منها اجتماع الناس وتعلمهم من الإمام ما لا يعرفونه ويتعلم من لا يحسن القرآن أيضا من الإمام اخترت هنا هنا أيضا من العبادات كتاب الصوم لقرب شهر رمضان ذكر رحمه الله في كتاب الصوم أن المقصد منه هو التذلل لله بكسر النفس وانقطاعها عن ملذات الحياة وقد حصل يقول هو وقد حصل ما تقدم ذكره أن الوجه في الصوم هو التذلل له بكسر النفس وقمعها عن الملذات وفي ذلك الانقطاع عن الدنيا إلى الله وبأنه إنما خص به هذا الشهر بفضله بإنزال القرآن فيه ولله تعالى أن يفضل من الشهر ما شاء كما يفضل بين العباد والأماكن والبيوت والمثال الآخر هو عن الجهاد حيث بيّن الإمام القفال مقصد الشارع من الجهاد في كتاب الجهاد فقال والجهاد مما فرض الله على عباده وشرعه لهم وأكد عليهم الأمر فيه ووعد بأليم العقاب على تركه وحقيقة معنى ما قال المقصد منه قال وحقيقة معنى استيفاء الإنسان وسعه في إقامة الحق والدعاء إليه والردع على الخلاف له وهو داخل في جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي الظلمة والمنع من الفساد في الأرض وهذا أمر متى أهمل القيام به تهارج الناس وتظالموا وتفاسدوا وتغاصبوا الأموال والحرم وتواثبوا عليها ثم تكلم رحمه الله عن النكاح فقال إن الحاجة إلى النكاح ضرورية من جهة أن يقال العالم إنما هو بالتناسل والتوالد إذ لا يتوهم للدنيا التي جعلها دار محنة فلا بقاء ولا ثبات إلا بها وسبيل هذا في انقسامه وتنوعه سبيل المطاعم والمشارب فمن مباح ومحظور ومحرم ومحلل وقد ذكرنا هذا الانقسام وتكلم كلام عن أن الدنيا النكاح لا تقوم الدنيا إلا به ولا يتكاثر الناس فبالنتيجة هو سبب لوجود هذه الدنيا المثال الخامس تحدث رحمه الله في كتاب الفراض عن كسب المال وأن الإنسان يشقى لجمع المال والمال ينفعه بعد وفاته يسد الدين ولتجهيزه وأمور أخرى باختصار فكرته يقول يعني لو أن الإنسان تعب في الدنيا وجمع هذا المال ثم ذهب إلى الغربة لم يحصل على شيء ولكن عندما يصل إلى أقربائه يكون الإنسان مطمئن أنه بعد جمع المال حتى وإن مات فهو باق في ذريته وتطمئن إليه النفس فجعل الله سبحانه وتعالى الميراث لتطمئن نفس الناس ويتراحم وتقوى أواصر الرحمة والمحبة فيما بينهم وختم البحث بتوصية مهمة تتعلق بالاهتمام بكتب الأئمة المتقدمين والبحث فيها حقيقة كتاب القفال الشاشي قبل أن أبدأ سألني الدكتور أحمد قال هل هناك تحقيق جيد حقيقة لا يوجد تحقيق جيد التحقيق يعني في بعض الأحيان عندما تقرأ كلام حتى لا يفهم غير مترابط بسبب التحقيق وذكر الرئيسوني ذكر أن هناك تحقيق لم يظهر إلى الآن يذكر أنه فلان صديق للرئيسوني يقوم بتحقيق الكتاب وإن شاء الله يظهر بشكل جيد حتى الطبع أحد العلماء يقول أن دار الكتب العلمي عندما طبعت الكتاب أساءت للكتاب أكثر مما نفعت هناك طبعة ثانية لدار الفاروق ولكن أيضا طبعة ضعيفة نسأل الله أن يظهر طبع جيد لهذا الكتاب وهو الكتاب من أوائل الكتب ربما الموثق لدينا في الكتب لم يسبقه إلا الحكيمة الترمذي ثم القفال الشاشي ثم ابن بابويه القمي وسارت المقاصد إلى أن جاء الشاطبي وظهرت بهذا المظهر الكبير هذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن معي مداخلات يعني أخوان طلبوا المداخل على بعض الأمور الأولى وصلتني حول تداخل على مع البحث لدكتور أحمد كافي ومع الدكتور فالح لفضيلة الشيخ الدكتور مثلنا حارف الظارف اللي تفضل مشكورا الأستاذ الدكتور أحمد كافي بارك الله فيه كان بحثا مميزا لكل ما لهذه الكلمة المعنى وفيه قدر كبير من الجرأة والصراحة والوضوح ومحاولة حياء حالة النقد داخل هذا العلم علم أصول الفقه والمقاصد منه تحديدا وهذه الجرأة مطلوبة ولعل الجلسة الأولى أيضا كان فيها هذا القدر من الطرح الجديد والطرح المتنوع وهذا هو هدف هكذا مؤتمرات نسعى من خلالها إلى اكتشاف آفاق جديدة والوقوف على معلومات جديدة ووجهات نظر جديدة تثري العلوم جميعا ولسيما العلم الذي نجتمع الآن من أجله وهو علم المقاصد هذه الجرأة في الطرح قد تجلب على الدكتور أحمد وعلى أمثاله الكثير من المداخلات والنقد ولسيما في الدارسين للمقاصد أو الذين يبتدئون دراسة المقاصد الآن لأن دراسة المقاصد قطعت شوطا كبيرا قد لا يكون بالضرورة متساويا في جميع بلادنا المسلمة والعربية الدرس المغربي لموضوع المقاصد متقدم على الدرس المشقي وهذه حقيقة ينبغي الاعتراف بها ومن هنا أردنا أن نحي هذا الدرس في المشرق عندنا أيضا كانت هناك حيادية في الأمثلة عندما طرح الأمثلة على التراجع عن بعض المواقف الشرعية نتيجة الضغوط المجتمعية والسياسية جاء بأمثلة كثيرة قسم منها قد يبدو ظاهر المتعارض وهذا دليل على أن هناك حيادية في اختيار الأمثلة وأنه ينتقد الحالة ينتقد الطريقة ينتقد ما آل إليه الموقف وليس الأمثلة تحديدا أنا أضرب مثل هنا بالمولد النبوي ليس من قصد الدكتور أحمد هنا هو هكذا أفهم أنه يبحث موضوع شرعية وعدم شرعية المولد هذه قصة أخرى ولكنه ينتقد أنهي عن الاحتفال بالمولد درءا للمفسدة ثم العودة إلى إباحة ذلك على أي أصل قامت على دليل شرعي في المرة الأولى وعلى دليل شرعي في المرة الثانية أم العكس بالنسبة لموضوع تقديم المصلحة أو جلب المصلحة على درء المفسدة يفهم من هذا بأن هذه القاعدة ليست مضطردة بل حتى ليست أغلبية بالقدر والمدى الذي نتوقعه وقد يثار اعتراض هنا بأن هذه القاعدة توافق عليها العلماء ولا يشفع لها الاستدلالات والأمثل الكثير التي جاء بها من شيخ السامي من تيمية ومن قيمة الجوزية وغيرهم مع أني أميل إلى هذا الرأي ولكن أقول يمكن معالجة هذا الموضوع بطريقة أخرى أن درء المفسدة في الأصل هو جلب مصلحة يمكن أن يحل الإشكال بهذه المقاربة بهذه الطريقة لأن الأصل هو جلب المصالح وليس درء المفاسد بمعنى أن الانتقاد هنا لجهد بشري لجهد علمي لعلمائنا المتقدمين في تقرير هذه القاعدة ولا ضير في ذلك لأنه ليس انتقادا للشريعة والانتقاد للفقه الإسلامي والانتقاد للنصوص التي هي عماد هذا التشريح وعماد هذا الفقه فإذن هذه القاعدة كانت في مرحلة فكرية ما طاغية لأسباب لظروف طبيعية سياسية ظروف خاصة بالعلماء في ذلك الوقت ولكن يمكن أن نقارب الموضوع بإقرارها على ما هي عليه ومن ثم القول بأنه في زماننا يمكن أن يعاد النظر بهذا الموضوع لتشجيع الناس على فعل الأوامر لأنها هي المقصود الأسمى والأفضل والمقدر حتى لا ندخل في مشاحنات وردود لأنه للأسف ساحة البحث العلمي بشكل عام وفي باب المقاصد تشهد أحيانا الكثير من هذه الأشياء بسبب عدم تحرير محل النزاع وعدم تحرير محل قصد القاصد من عبارته ومن ذلك استدل الدكتور بالأصل في الأشياء لباحة وهذا الأمر كما يعلم كلكم تعلمون أنه ليس مطلقا وإنما هي في العادات والمعاملات وإلا في الأبواب الأخرى ليست كذلك ولكن يستدل بها كما فهمت لأنها تدعم فكانت كأنها شاهد أو اعتبار للأدلة الأخرى فإذا انتقاد منهج العلماء المتقدمين بالطريقة العلمية الطريقة الموثقة الطريقة التي تقر لهم بالفضل وتعطيهم المكانة مع فائض الاحترام ومزيده هي الطريقة التي ندعو إليها لا ترائق بعض المحدثين والمعاصرين التي تنقض القواعد الشرعية والأصول بحجة التجديد والمقاصد ومن هنا أنتقل إلى بحث الدكتور فالح الدكتور فالح جزاه الله خيرا عن عنوان البحث غير ما تحدث به وهذه نقطة كأنه الدكتور كان يقصد أنه يتحدث في هذا المحور ولكن أستطيع أن أقول بأن البحث يمكن أن يكون وقفات ملاحظات رؤية نقدية في هذا الباب وتحسب له أيضا هذه الرؤية أيضا تنم عن شجاعة وعن جرأة وعن ذوق في هذا الموضوع وهنا أيضا أقول المصلحة الملغاة أو غير المعتبرة إذا نظرنا لها من حيث المؤدى والنتيجة فالنتيجة واحدة لأنه عندما لا تعتد بها ولا تعتبرها ستكون حين ذاك ملغاة والأصل في الغاء هنا ليس إلغاء أصل المصلحة كما استدل في موضوع الخمر لأن هذه القضية تعود إلى الحسن والقبح الذاتي صفات فيها مما اتفق عليه العقلاء ولكن الإلغاء للعمل بها والانتفاع من هذه المنفعة لغلبة مفسدة أخرى فإذا يبقى المصطلح كما هو الملغاة ولكن من أراد أن يقول غير المعتبرة غير المعتد بها فلا مشاحة بإصطلاح وكذلك في موضوع الترادف أنا حقيقة هذه وجهة نظري لا أفهم عندما يقال ترادف أن هناك في الذهن تطابق مطلق بين اللفظين المترادفين هو تطابق نسبي من 99% إلى 1% فإذا دعونا نغادر هذه الساحة ساحة أنه لا يوجد ترادف والدليل أتابه الدكتور فالح فتبينوا فتثبتوا وكلاهما ثابت إراءة صحيحة وثابتة إذن القرآن يثبت هنا الترادف لكن قد نقول أن الترادف فيه زيادة معنى في هذه اللفظة عن هذه اللفظة ممكن لأنه حقيقة هذه الأبواب نريد أن نقفل سد للذريعة سنعمل سد الذريعة الآن يعني صارنا سنوات طويلة ونحن نتحدث في هذا الموضوع وإن شاء الله غدا نتحدث فيه أكثر عندما يأتي موضوع البحث وكذلك المقاصد يقول الجويني بحثها في موضع المناسب المرسل وبحثها غيره في باب القياس وهذا طبيعي لأنه في باب العلة عندما يتكلمون عن العلة يتكلمون عن التعليل عندما يتكلمون عن التعليل يتكلمون عن الحكمة والمقصد والسر وما إلى ذلك وهذه منهج بحث مثال عندما كنت أكتب رسالة الماجستير في التحسين والتقبيح بحثت عن تعريف العقل عند الأصوليين من الأحناف لم أجده في الباب المعتاد وهو باب الحاكم الشرعي عندما يتحدثون عن الحاكم هل هو الشرع من العقل يعرفون العقل كتب الأحناف تعرف العقل أين؟ في باب السنة عندما يتحدث عن شروط الراوية يقول العقل والعقل هو يعرف فإذن هذه مناهج بحث لا يعيب العلماء المتقدمين لذلك عندما نقول المهتم الأول الباحث الأول أول من اكتشف المقاصد يمكن أن يقال الجويني الترمذي القفال الشاشي لكن عندما نقول تحقيق مفهوم المقاصد واشرة نذهب إلى من؟ إلى الشاطبي وفي بحث عذروني أنا راح أمر على البحوث كلها بحث الدكتورة شيماعلي ورد تعريف لمحمد سليمان الأشقر وشفت الدكتور أحمد كافي هزراسه فاعتراضاً حقيقة التعريف رحم الله الشيخ محمد سليمان الأشقر يعني صعب جداً إباحة الحرامي لو قال فعله الحرامي إتيان الحرامي من الباب المهم ملاحظة وأخيراً أشار الدكتور عمار في بحثه إلى موضوع الكتب الأولى فأشار إلى الحكيم الترمذي والقفال الشاشي وابن بابويه وحقيقة هذا مما سلكه أولاً الدكتور أحمد الريسوني في كتابه المهم عن مقاصد الشريعة والتعريف بها تأريخياً النصوص بناء على نصيحة الشيخ محمد الحبيب أخوة رحمة الله عليه فذكر أن من أوائل من كتب في ذلك ابن بابويه القمي في كتابه حلل الشرائع هناك كتاب مفقود للحكيم الترمذي عن العلل فهنا أدعو للبحث عنه بكل الوسائل لأني أظن والله أعلم علل مطبوع في المغرب طيب هل أجلت مقارنة بينه وبين ابن بابويه وجهة نظر يعني قد يكون هناك نوع من والله أعلم نفس العمام بارك الله فيكم وجزاكم نعم قد يكون لترمد أو لغير بارك الله وعذرنا على إيطالة أخذنا المهم لا أبداً الآن السؤال موجه إلى الدكتور أحمد من فضيرة الأستاذ قاسم كسار يقول عند التنازع الرجوع إلى الوحي أطلب دليل على جواز على الجواز للجند المسلم الأمريكي القتال مع الجيش الأمريكي أدلة الوحي ضد هذه الفتوى يعني هو لم يتبنى هو إنما طرحها فأترك الجواب إليها طبعاً نعم نعم شكراً بسم الله بسم الله الرحيم أبدأ بأخي مثنى حقيقة الجرأة العلمية بالنسبة لباهة والعلم والقوة لكني نبغي أن تكون هذه الجرأة ملجمة بجامل أدب والعلم وأنا عندما تحدثت عن هذه القضية قضية ضرع المفسدة مقدم على جلب المصلحة إنما تحدثت عنها ليست كأمثلة خاطئة عند أصحابها بل كمنهج وكتصور عندهم لو تحدثت معه الآن هو لا يزال يقر ويعتمد أنها صالحة وأن هذا هو الحق المبين وأن ما دونه هو الباطل المبين وهذا غير معقول أنا أتحدثت عن قضية شرعية استدل لها أهل العلم بأدلة تفوق الحصر تفوق الحصر عندما نستجمعها جميعها من هنا أو هناك وكون ابن تيمية أو التستري أو ابن القيم أو عبد ربي أو الدكتور أحمد الرئيسوني أو غيره ممن ينتصر لهذا الأمر لا يعبوا في شيء فكثير من الأفكار والآراء الجيدة كثير من الأفكار والآراء الجيدة خالف فيها العلماء قول الجمهور وكان رأيهم أسد عندنا أحد علماء المغرب كتب في ما أخطأ فيه الجمهور كتاب ما أخطأ فيه الجمهور يعني مجموعة من القضايا كان الحق فيها ليس مع الجمهور بل مع أفراد من أهل العلم وذلك لا يعيب أن نعيد نشر وقد اكتوينا يا إخوة الكرام اكتوينا بمجموعة من المباحث والمسائل والفتاوى التي أخذت بهذا الأمر ولم نكتوى كأفراد بل كمجتمع كمجتمع تم الاكتواء على مستوى الدولة على مستوى السياسة على مستوى الاقتصاد على مستوى الاجتماع فينبغي أن نقول كفى من هذا الاكتواء وعلينا أن ننتقل إلى مرحلة أخرى القضية التي ذكرنا ما ذكرت القضية دي المسلم الأمريكي في جانب أن هذا هو الحق لا أن هذا هو الذي اعتمد في القول الفتوى التي أصدرها مجموعة من أهل العلم في قضية الإفتاء للمسلم الأمريكي بالقتال مع الجيش الأمريكي على العراق أو على أفغانستان قبل ذلك كان ملحظها أنهم سيتهمون في وطنيتهم أنهم ستجلب لهم ذلك ضراران سيجلب لهم ذلك ضيقا لكن والحمد لله لا يزال في هذه الأمة من قائم لله بالحجة لا يبين أن هذه الفتوى التي اعتمدت على هذا الأصل الذي هو صحيح عندك أي علم ولكن الاعتماد عليه هو الغلط التنزيل هو الغلط جزاك الله الخير عني يا دكتور شكرا جزيلا الآن سؤال موجه إلى فضيلة الشيخ الدكتور فالح لكن السائل لم يذكر اسمه السؤال يقول القياس يبنى على العلل هل القياس يبنى على الحكم؟ الحكم لا الحكم 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 لا محرك الحكم الحكم نعم القياس يبنى هي العلل ماذا؟ العلل جسر يعبر عليه المستجد في الساحة من الأمور هذه العلل توصله إلى الدليل الشرع الأصل الذي يبنى عليه القياس هي العلل ما هي؟ العلل وصف ظاهر منذبط دل الدليل على كونه صالحا لتعليق الحكم عليه هذه العلل فإذن القياس أساسه العلل أساسه العلل الموصلة جسر الموصل أما الحكم فهي مستفادة مستفادة أو يستأنس بها نعم أو ظهير للعلل لتنفيذ أو لإنفاذ هذا القياس أو لإنجاح هذا القياس يعني مثلا أضعب لك مثلا قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل أو الإسراء كلكم تحفظونها في معرض يعني العبادة الحق لله وثم بر للوالدين ولا تقل لهما أفوا ولا تنهرهما يقول ابن عباس علم الله كلمة أقل بالنكاية من أف لذكرها إذن هي أدنى كلمة الله عز وجل حرمها أو نهى عنها أنتقع من الأولاد أو الأبناء في حق الوالد هذه ربما الجهال يقول لك أنا إذن مسموح لأسجر الوالد أو أضربه أو أنظر لنظر شزيرة لأن الله حرم أو نهى فقط عن الأف يعني كأنه كأنه يقول بما يقوله الظاهرية هنا نأتي إلى القياس القياس الأولى القياس الأولى أنه ضرب أو الزجر أو أي أمر أعلى من أف هو أولى أن يحرم في حق الوالدين لماذا؟ لأن العلة هي الإذاء ما زال الله عز وجل حرم أدنى الإذاء في حق الوالدين فما كان أعلى وفموحرم من باب الأولى بارك الله فيه شكرا جزيلا هو رأي الجمهور بأنه القياس لا يبنى على الحكمة لأنه الحكمة غير منضبطة لا يبنى شيخ نعم غير منضبطة بعكس العلة وأيضا العلة أيضا لها شروط وهاي بحثت في كتب الأصول يعني كثيرا نعم الآن مداخلة الأستاذ حسن يشوفه لتفضل مشكورا هذه مجموعة من اللطائف بين يدي هذا الموضوع الحيوي أبدأها والنفوس قد كلت بالملحظ اللطيف الذي ذكره الشيخ فالح حول اللحن في العربية فأقول أحدهم قرأ قوله تعالى في حرف جر في بيوت أذن الله أن ترفع فواحد صحح له قال له في بيوت فرد عليه أذن الله أن ترفع وأنت تكسرها يا عدو الله بخصوص المقاصد أو المصالح الملغاه قد سبقني فضيلة الشيخ مثنى أضيف أن المقاصد أو المصالح المعتبرة التي لها أصل شاهد فاعتبرها الشارع في مقابلها المقاصد الملغاه الملغاه اللي هي المصالح التي توهمها أصحابها كذلك فتصادمت بأصلين فكان هذا الأصل ملغيا لها فلا مشح في الاصطلاح نحن حين ندعو إلى تجديد تجديد الأصول ليس تغييره وإنما تجديد الأمثلة التي تضرب في مختلف مناحي الأصول في المصالح الملغاه غالبا ما يأتون بمثال يحيى بن يحيى الليثي وكأنه المثال الأوحد في الباب وخلاصته أنه ضيق في أمر جعله الله مخيرا فلا حق لأحد أن يجعل الواجب المخير مضيقا يعني يحمل على خيار واحد الأمثلة الجديدة واحد في أمريكا كما تعلمون في ملتقى الفكر الإسلامي كان اقترح من باب المصلحة في أمريكا فيه الإجازة يوم الأحد واما يوم الجمعة فيه دوام فقال من باب المصالح والمقاصد وهذه الشعرات البراقة ننقل تقوص الجمعة إلى يوم الأحد خدمة لجالية المسلمة فهذا يتوهم أن المصلحة تها هنا لكن نسي أنه استضم بصورة الجمعة إذن سيسميها صورة الأحد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني ستصير إذا نودي للصلاة من يوم الأحد إذن فهي ملغاه بناء على هذا الأصل الذي تصطدم به محاسن الإسلام للبخاري وللقفال والإعلام في محاسن مناقب الإسلام لأبي الحسن العامري وغيرهم من من كتب عن محاسن الإسلام فصارت هذه شعارا لدى المقاصديين في أن نظهر محاسن الإسلام لا سيما اليوم هذا الإسلاموفوبيا لابد أن يعني نظهر محاسن الإسلام ومناقبه فأنا مرة بشيط الأوروبا ألمانيا وكذا فحدثت عن شاب متدين في هولندا كتب رسالة وترجمت إلى اللغة الهولنديا لست أدري في أهمية ضرب الرجل للمرأة لقوله تعالى ضربوهن كأنه ما في وفين في هولندا للمرأة هي يعني وين إظهار محاسن الإسلام بخصوص طبعة إحنا في بعض الطبعات لينطبق أنا نقول فيها دائما لينطبق فيها يأكلون التراث أكل لما يحبون المال حبا جما ويأكلون التراث أكل لما بخصوص الإمام الفراهي الذي ذكرته في مقصد الكلام القرآن أريد أن ألفت إلى نكتة الفراهي عنده مفردات القرآن مفردات القرآن ليس الراغب الأصفهاني ولا السميل الحالبي من كتاب لكن نتبه أن الفراهي له مفردات وموجود مطبوع محمد أجمل أيوبي طبعه مع تقديم يعني طبعة جيدة تأمل كتاب الله فوجد آلاء كل المفسرين والذين تحدثوا في غريب القرآن ومفردات القرآن شنو معنى آلاء فبأي آلاء هي النعم صح؟ وهذا الذي انقضح في كل واحد لو أسألته لقال الآلاء هي النعم هو حفر في جذر المصطلح وفي موارده في القرآن فانتهى إلى أن الآلاء في كتاب الله لا تأتي دائما بمعنى النعم وسقى أدلة منها يرسل عليكم الشواض من نار ونحاسم فلا تنتصران فشواض والنار وبعدها يقول فبأي آلاء أي آلاء ونعم فيه فيتساءل هذا التساءل في مقاصد الكلام فرجع إلى الشعر الجاهل وإلى استعمال العرب فانتهى إلى أن الآلاء هي فعال الله العجيبة قال ولما كانت أغلب فعال الله العجيبة نعما ظن الناس أن الآلاء هي النعم إذن حين نمسك هذا المفتاح الآلاء هي فعال الله العجيبة تتسع لمواقع النعمة وتتسع للمواقع التي تأبى أن تكون بمعنى النعمة في اللغة العربية نحن في حاجة إلى أن نبحث عن المقاصد الجامعة مثلا صاحب الخصاص بن جني لما تكلم عن كلمة أول الكلمة كلمة بحث وقلبها وجدها تحمل كلها معنى القوة ملكة كلمة لكما ملكة ما هذه أقوى إلى آخره فراغب لصفهاني صاحب المفردات لما يتناول كلمة البر والبر والبر يكتشف المقصد الجامع ما هو المقصد الجامع هي الساعة فالبر أوسع أبواب والبر أوسع مكان والبر أوسع ما استعمله الناس العيش تراتبية التنزيل نبحث عن المقاصد فيها مثلا قوله تعالى هو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله إظهار الدين لاحظوا ورد هذا النص في ثلاث صور في ثلاث صور صورة الصف وصورة التوبة وصورة الفتح لاحظوا المقاصد يعني بالأسرار والتناسب وكشف الخيوط الخفية بالتدبر فشنو نهتدي في هذا وهي كلها في نفس الصور نقول ليظهر الله الدين والتمكين لهذا الدين لا بد من أن نجمع لا بد من أن نتوب إلى الله التوبة وأن نجمع الكلمة الصف من أجل الفتح يفتح الله علينا فتح مبينا أخيرا لما تحدث عن المصلحة المسكوت عنها وهذا باب أورده الشاطبي رحمة الله عليه لأن فيه فتنة طلعها بعض الشباب أنصاف العلم معنى كل ما تركه النبي صلى الله فهو منهي عنه ومن البدع فأبو إسحاق الشاطبي لما تحدث عن المصلحة وعن المقاصد عامة أرضف كتابه لهو الموافقات كتابا ثاني لهو الاعتصام ونحن دائما نقول اعتصم يعني الاعتصام وانت تقرأ الموافقات في الاعتصام تحدث عن الصنة وعن البدعة وما زال الناس عيالا على الشاطبي في تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب يعني تعريف طريقة في الدين أما في الدنيا لا حرج من الإبداع بالمطلوب لكن في الدين أصل فيه التوقيف والحضر فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسكوتا عنه ضابط وجود المقتضي أو عدمه إن وجد إن لم يوجد المقتضي في زمن النبي لا يوجد المقتضي المبرر لظهور فسكت عنه وظهر المقتضي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح من المصالح منه جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن المقتضي قائما لأن جبريل ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يحسم إذا كان فيه كذا ضعوا آية كذا في كذا لكن المقتضي يظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما استحر القتل في القرآن وخشين من يعني ضياع القرآن والصحف عند أحد يعني الصحابة فهنا جاء عمر مندفعا إلى أبي بكر وأبو بكر يعني متردد حتى شرح الله صدره لأن المقتضي ظهر ولما يعني قام بهذا العمل سمي مصلحة أما لو لم يكن المقتضي أو ما لو كان المقتضي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل مثلا صلى الاستسقاع وصلى الاستخارة والحاجة والكسوف المقتضي لو كان الأذان في هذه الصلوات لقالها أخبار بها النبي صلى الله عليه وسلم والمقتضي لم يكن فيه مانع لكن لما سكت النبي وصلى أو أعاد وصلى فأي واحد يجي يضيف إلى الصلاة شيئا نقول هذه من البدع لو كان فيها خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي قائم فلذلك البدعة هي أمر محدث على خلاف الأصل طبعا بالنسبة للعلة والحكمة كلمة خفيفة العلة واحدة يبنى عليها الحكم والحكمة متعددة لأن العلة الواحدة قد نستخرج منها عشرات الأحكام ابن القيم في المفتاح دار الساعات حدث عن التعليل في القرآن فقال تجاوز الألف فمثلا الصفار علة يبنى عليه الحكم وعندنا يعني نوط الحكم بالصفار نص في الكتاب وفي السنة يبنى عليه لكن الحكمة يعني وجود المشقة وما أدري إيش الصفار وقطعة من العذاب هذه لا ينطبها الحكم وإلا لو لقصرنا الصلاة وإحنا عندنا تعب ما ولقد نجد التعب في بيوتنا أكثر مما نجده في الصفار لا سيمة طائرة فيها مكيف وبيوتنا ليس فيها يعني الحكم دائما يبنى على العل أكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا دكتور حسن في ختام هذه الجلسة تقدم بشكر جزيل للأخوة الدكتور أحمد كافي وللدكتور باسل والدكتور الشيماء عنها الدكتور مزهر وأيضا للشيخ عمار العودة على ما قدمهم بحث وأشكر جميع الأخوة الذين قدموا مداخلات وأغنوا هذه الجلسة بكل ما كتبوا والشكر موصول لكم جميعا أحبة الأكارم وإن شاء الله نلتقي غدا في الجلسة الثالثة وعمع حوار جديد من هذه الندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى